موسيقى مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين من المواقع المحلية معتقلون من ثلاث محافظات في كلية درس فيها أبناؤهم والدته تبحث عنه لتعرف كيف أصبح فتحي مختطف لدى قبليين منذ كان عمره 11 عاما ومن أخبارنا المنوعة عام ونصف سجن لفتاة حاولت طعن رجل أطال النظر حولها موقع المصدر أولاين يتتبع خارطة السجون الحثية في ذمار ويعنون منطقة عبور المسافرين التي تحولت إلى مثلة برامودا يرصد المصدر أولاين في تقريره الخاص عددا من السجون العامة والسرية في ذمار وكيف تحولت من منطقة عبور تربط جنوب وسط اليمن بصنعه إلى مقر الرئيسي لاعتقال واحتجاز أهم القيادات الحزبية والسياسية والمدنية ومعامل للتعذيب الوحشي والقتل العمد ويريد الموقع نموذجا لواحد من السجون المستحدثة حيث لم تعد مظاهر العلم والنظام حاضرة في كلية المجتمع فالناظر إليها يشاهد مباني واقفة كأطلال خالية من كل شيء إلا الرعب والخوف والوحشة التي باتت واضحة حتى على جدرانها وفي الليل تتغير الأوضاع ويسمع صراخ وعويل من داخل الكلية كما تنشط أطقم الميليشيا ذهابا وإيابا من وإلى الكلية تنقل المخطوفين والمخفين قسرا تحت جنح الظلام وخصصت الميليشيا كلية المجتمع للمخطوفين والمخفين قسرا من أبناء تاعز وإيب والمحافظات الجنوبية إضافة إلى مخطوفين من أبناء ذمار ومن لم يتعذبوا في الكلية يمكنهم الحصول على قسط أوسع من العذاب في ملعب الرياضي وفقا للموقع فإن الملعب الوحيد في مدينة ذمار تحول إلى مركز العمليات الحربية للميليشيا الحوتية ومقر الإمداد البشري والعسكري للجبهات بينما المخازن الأرضية والغرف الواقعة تحت مدراجات الملعب تكتظ بالمئات من المخطوفين والمخفيين منذ أشهر عبدالكريم عبدالرحمن الإرياني الموظف في وزارة الزراعة ملقي في معتقلات الحوثيين من دون ذم ابنته أبرار مع أسرتها ذهبت لزيارته وكتبت عن لحظات الهوان وقلة الحيلة وأضافت في مقال تنشره بالقيس لم أتمكن من رؤية والدي يؤلمني جدا أن أراه بين كل أولئك المساجين تحول بيننا الشباك الحديدية والمسافة دفعني الأمر إلى الانسحاب إلى إحدى الممرات الخارجية القريبة حيث كنت أسمع أصوات الجميع هناك صوت والدي يهتف لوالدتي لا تقلقوا أنا تمام والله سيفرجها أمي ترد عليه الله كريم الله كريم هانت ومنار تبلغ أبي فلان يسلم عليك وفلان تدعي لك وأم فلان قالت الصبر ونبراس تصغي فقط وحين تفر دموعها من عينيها تفر هي إلى الممر ذاته الذي فررت إليه من دموعي وشعوري بالعجز والهوان في اللحظات الأخيرة من الزيارة دعينا إلى المربع تلك المساحة الصغيرة التي تتمكن فيها من عناق والدك واستعادة طاقتك يعانق أبي أمي ويسألها الصبر ودموعه في عينيه وتسأله والدة التماسك ودموعها في عينيها يعانقني والدي أيضا وأشعر أنها المرة الأولى التي يعانقني بها قائلا لي تواصلي مع أم معا استفيدي منه إيش الكتب اللي ممكن تفيدك في تخصصك تجلدي ذاكري أنا راجع راجع يا ابنتي فاضت بي دموعي وقتها لما لا يستطيع والدي التوقف عن كونه أبا جيدا حتى في وضع موجع وصعب كهذا لكن الأمر الذي أبهجني وأبهج من في المربع جميعا يا تلك الربطة التي كانت على يد والدي والتي كتب عليها اسم والدتي عبير فاجأنا بابا بخلعها من يده وربطها في يد والدتي أمام الجميع هناك همسا لنا حقك الزيارة الجاية لربما حديثي عنك قد يراه الآخرون مجرد حديث فتاة فخورة بوالدها لكن موقف اليوم واللحظة التي رأيت فيها تلك الربطة على يد والدي ولحظة التي ألبسها لماما كذلك برهان وإثبات للعالم بأسره أن والدي مجرد إنسان محب يلوذ الآخرون للطفه وحنانه فأخرجوا أبي عالم أعيدوه لنا تعبنا ولا تعبنا حصلت أسماء على تقدير جيد في الثانوية العامة ولأن والدها فرحة بتلك النتيجة فقد كافأها برحلة إلى ماليزيا لزيارة أخيها الذي يدرس هناك ومذلك الرحلة تغيرت حياة الفتاة اليمنية وفقا لموقع نيوز يمن أصغر سيدة أعمال يمنية في ماليزيا أسماء مهيوب لنيوز يمن أنتن من يصنع مستقبلك وليس الآخرون وقال الموقع منذ أيامها الأولى في كوالا لنبور بدأت أسماء مهيوب مسيرتها العملية بفتح حضانة منزلية مصغرة للأطفال حتى تطور الأمر لديها إلى فتح فصول أكثر لكن المشروع تعثر ولم تتوقف الفتاة عن تحقيق أحلامها طرقت أسماء أبوابا كثيرة فعملت في معهد للغة ثم عملت كاسي كرتيرا في إحدى المدارس العربية بماليزيا ومنها كان الخروج إلى فضاء أوسع فذكرت بإنشاء مدرسة خاصة تقول أسماء كان التفكير يراودني دائما أن أفتح مدرسة في ماليزيا خاصة في ظل وجود الكثير من النازحين من دول الشرق الأوسط بينها اليمن لكنني كنت أجد صعوبة في التمويل وللتغلب على هذه المشكلة دخلت مع شركاء في المشروع الذي أصبح أكبر وحاليا تمتلك إحدى أهم المدارس العربية في ماليزيا ومؤخرا افتتحت فرعا آخر للمدرسة في مدينة أخرى كما أنهت دراستها الجامعية وعن المرأة اليمنية قالت أسماء للأسف علمونا في اليمن أن المرأة بدون رجل لا تسوي شيئا وهذا منطق غير صحيح المرأة اليمنية بالذات قوية وتتميز دوما بالذكاء الكبير والصبر والتحمل أكانت أما أم ابنة طالبة أم موظفة مقابل النجاح الذي حققت أسماء هناك نساء يتم تدمير حياتهن بالكامل فبدل أن يمتلكن أحلاما يقضينا العمر في متابعة ملفات وقضايا ونطالع قصة امرأة في الداخل من موقع مسند للأبناء إلهام علي امرأة يمنية تبحث عن رحمة مأرب للإفراج عن ولديها المختطفين منذ أربع سنوات وقال الموقع أربع سنوات وأشهر من الفراق القسر عن ابنيها تركت البكاء والانتظار وتوجهت إلى محافظة مأرب شرق اليمن للعمل على إطلاق سراحهما وإرجاعهما إلى حضنها قال الموقع إنه لا ذنب للأطفال إلا أنهما نجلى رجل أعمال اختلف مع بعض أبناء محافظة مأرب على قطعة أرض عمل هو على الامتثال على القانون والقضاء إلا أنهم لم يمتثلوا العدالة بل عمدوا إلى خطف طفلين وتغيبهما حتى اللحظة تمتلك إلهام علي الحمادي 45 عاما ملفا ضخما يحتوي على متابعتها الأخيرة للإفراج عن ولديها فؤاد وفتحي الذين اختطفا من أمام منزلهما في العاصمة صنعاء في بدايات العام 2015 ورغم وجود أوامر قهرية للقبض على الخاطفين إلا أن الأجهزة الأمنية ما زالت تقف عاجزة في إيصال المتهمين إلى العدالة وقال الموقع إن سنوات الاعتقال مرشحة للزيادة فتحي اختطفا وعمره 11 عاما بينما صار عمر أخيه فؤاد في العشرين ولم يكشف بعد عن الحالة التي يعيشانها رهن الاختطاف القصري الذي طالهما لا لشيء إلا للكونهما ضحية مساحة من أرض موجة تغيير جديدة في العالم العربي تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني محمد عيش مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا ثمت حراك ثوري في العالم العربي تتضح مؤشراته أكثر فأكثر بشكل يومي وينبئ بوضوح أن ثمت موجة تغيير جديدة مقبلة على المنطقة لمحالة وأن هذه الموجة ليست بعيدة بل هي أقرب من أي وقت مضى ثلاث دول عربية على الأقل تبعث بهذه الإشارات الثورية التي تدفع للاعتقاد بأن رياح التغيير مقبلة الحراك الثوري الذي بدأ في أكثر من دولة عربية يدل على أن ثورات المضادة التي نظمتها ومولتها ودعمتها أنظمة الاستبداد العربية تتجه إلى الفشل بعد أن سنزفت مليارات دولارات من خزائن الدول العربية الغنية ومن جيوب الفاسدين من المسؤولين العرب ومن مقدرات الدول التي سقطت أنظمتها وتحاول الدولة العميقة فيها العودة إلى الحياة رياح التغيير أصبحت ملموسة في أكثر من ناحية من العالم العربي وأغلب الظان أن الأنظمة الاستبدادية داعمة لثورات المضادة لن تكون قادرة هذه المرة على التصدي لهذه الموجة من التغيير لأن هذه الأنظمة الغارقة بالمال الفاسد انكشفت وأصبحت أساليبها معروفة لا تنطلع على أحد والقلاصة مفادها أن ثمت استحقاق عربي يجري حاليا يتمثل في التحول الديمقراطي والتحول نحو الانفتاح والحريات وإنهاء مرحلة القهر والظلم والعبودية وعلى الأنظمة العربية أن تفهم بأن هذا الاستحقاق ماض لا محالة وأنه واجب النفاذ إن حق الشعوب أن تقرر مصيرها وأن تحدد شكل الدول التي تعيش فيها وأن تنتج أنظمة سياسية معبرة عنها لأن النظرية الأساس في نشوء الدولة هي نظرية العقد الاجتماعي إذن متى عقد يتنازل بمجيبه الناس عن شيء من حرياتهم وأمالهم مقابل نشوء دولة تقوم بحمايتهم والحفاظ على كرامتهم وهذا العقد يجري تجديده الآن في العالم العربي بين الحاكم والمحكم في موقع الصحواني التغطية خاصة لسنوات يعيشها اليمنيون منذ سقوط دولتهم في عيد الميليشيا وعنونا الموقع سنوات الحوثي تجويع الملايين وتجنيد للأطفال وإذلال للنساء مع انقضاء السنة الرابع من قلب ميليشيا الحوثي على الشرعية بات عشرة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة والموت جوعا فيما تواجه 230 مديرية غالبيتها تحت حكم الميليشيا أو تدور فيها مواجهات من انعدام الأمن الغذائي من أصل 333 مديرية تتوزع في أرجاء اليمن ووفق خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة فإن التقييمات للمرة الأولى في اليمن كشفت عن وجود مستويات كارثية من الجوع إذ يصنف ما لا يقل عن 65 ألف شخص ضمن المراحل المتقدمة من الحرمان الغذاء الشديد وترتفع الاحتياجات الشديدة إلى أعلى مستوياتها في المحافظات المتضررة بسبب الصراع في الحديدة وصعدة وتعز حيث يحتاج أكثر من 60% من عدد السكان إلى المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحا عندما كان عبد الله إسماعيل يجلس أمام منزلي في حي المغتربين بمدينة تعز وعلى غير العادة كان الرجل الذي قل ما فارقته الطمأنينة قلقا لا يتوقف عن النظر إلى ساعته بشكل يوحي بأنه ينتظر شيئا بالغ الأهمية ماذا كان ينتظر عبد الله؟ ووفقا لتقرير الجزيرة نت بسبب القات والحوثيين أزمة مياه حادة في تعز يعود الموقع للحديث عن عبد الله لليوم الخامس على التوالي كان الرجل ينتظر سهريج المياه التجارية لتغذية خزان منزله الذي نافذ قبل أسبوع تقريبا حيث أصبح يعتمد على المياه المعالجة بأسعار باهظة للاستخدام المنزلي قال عبد الله بغضب متحدثا عن باع سهريج المياه الذي تحول اليوم إلى عملة نادرة في مدينة تعز تصور أن الرجل لم يعد يرد على اقصالات المتوالية وقد كان في السابق يهرع إلينا بمجرد رسالة قصيرة وعلى بعد كيلومترات غربا في حي السلخانة المجاور كان عبد العزيز نبيل يعبر عن امتنانه لجاره الطيب الذي أسعفه بخمسمائة لتر من المياه غطت لأسبوع كامل احتياجاته وللجلب المياه كان أبو هاني صاحب سهريج ماء يتحرك مع شروق الشمس إلى منطقة الضباب ثلاثين كيلومترا في الريف الغربي للمدينة ولشدة الزحام لم يكن يصل إلا بعد الغروب أحيانا بعد منتصف الليل ولأن مليشي الحوثي تسيطر على أجزاء في المدينة فإن أربعين بئر الرئيسة كبيرة تقع تحت سيطرتها بينما لا يوجد في المدينة الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية سوى عشرين بئرا ارتوازية وتعد أبارا صغيرة تستخدم لحالات الطوارئ فضلا عن عددا منها معطل وأخرى بحاجة إلى صيانة أو إعادة تأهيل ترامب لن يجلب السلام للشرق الأوسط تحت هذا العنوان نشر موقع العالم بالعربية افتتاحيته التي جاء فيها فشل كافة الرؤساء الأمريكين في جلب السلام لهذا الجزء العنيف والمزدحم من العالم ودونالد ترامب لن يكون استثناءا بحسب مراسل مجال الذويك رايان كوبر أسفرت الحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة عن مقتل الآلاف وإصابة عشرات الآلاف من المدنين وتفاقم الأزمة الإنسانية وتعرض كثير من المواطنين لخطر المجاعة إصابت ثلاثين ألف يمني بالكلرة ما أدى إلى مقتل المئات بالإضافة إلى استمرار نشاط تنظيم القاعدة في شرق اليمن رد الرئيس الأمريكي بزيارة المملكة العربية السعودية والإعلان عن أكبر صفقة أسلحة في التاريخ الأمريكي بعد ست سنوات من الحرب المدمرة التي خلفت مئات الآلاف من القتلى وبضعة ملايين من اللاجئين أصبحت سوريا غارقة في حالة من الجمود لا بشار الأسد ولا المتمردين المحتدلين قادرون على الحسم أو الحكم رداً على ذلك اكتفى الرئيس الأمريكي بإطلاق 59 صاروخاً على سوريا لا توجد أي دلائل على أن إسرائيل لديها أي نية للتخلي عن الاهتلال وهو أصل الصراع بين الإسرائيلين والفلسطينيين بل على العكس من ذلك تواصل حكومة اليمين المتطرف سرقة المزيد من الأراضي في الضبطة الغربية لتوسيع المستوطنات وزيادة ترسيخ نظام الفصل العنصري ولا شيء بما قاله ترامب أو فعله أثناء زيارته يمنح الأمل في تغيير ذلك لطالما كان للشرق الأوسط أهمية كبرى في السياسة الخارجية الأمريكية لكن هذه المكانة تضاءلت اليوم لأن عمليات التكسير والطاقة المتجددة قللت الحاجة إلى النفط الأجنبي وعلى الجبهة العسكرية ليس هناك من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن استمرار تدخل متعدد المستويات ومتعدد الاتجاهات لا يثمر أي شيء سوى الضرر الشديد تفاقم العنف وعدم الاستقرار السياسي بشكل خطير بسبب العديد من تدخلات الأمريكية المتتالية في العراق وليبيا وسوريا واليمن صحيح أن التدخل الأمريكي ليس السبب الوحيد لحدوث هذه المشكلات لكنه أحد الأسباب الكبرى بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الحراك فإن الجزائر الشعب الجزائري يحقق نصف انتصار وذلك بعد إعلان رئيس بوتفليقة كما تقول صحيفة القدس العربي سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الاتخابات التي كانت منقررة في الثامن عشر من إبريل المقبل وتعهد بمؤتمر حوار جامع وتعديل دستوري قبل تسليم من مشعل الحكم كما قام بإقالة حكومة أحمد أويحي وتكليف نور الدين بدوي وهو أحد رجال ثقته بتشكيل حكومة جديدة ولم تختلف كثيرا تعهدات بوتفليقة عن تلك التي أطلقها خلال إذاع أوراق ترشحه عندما وعد بتنظيم انتخابات مبكرة بعد مؤتمر للحوار في ظرف سنة والانسحاب من الساحة السياسية وأكثر من ذلك فبوتفليقة يقول في رسالته الجديدة إنني لم أنوي قطء الإقدام على الترشح حالة الصحية والسن لا يتيحان لي سوى أن أؤذي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة طعنة شابة لا يتجاوز عمرها 22 عاما رجلا كان يحدق بها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ولحقت المتهمة كارلا كيبوريثيت الرجل إلى متجر في بولتون بمانجتسر الكبرى وحاولت طعنه عدة مرات أمام المرة وحسب ما ذكر الموقع الدي دابليو الألماني فإن الفتاة هاجمت الشاب الذي حدق بها بطريقته المخيفة وشرسة وعنون الموقع في بريطانيا حدق بها فهاجمته بالسكين ووفقا لمصدر خاص فإن السبب وراء هجومها عليه أن الفتاة لم تعجبها الطريقة التي كان الرجل ينظر إليها وخلال الحادثة تمكنت سيدة أخرى من انتزاع السكين من يد الفتاة إلا أنها هاجمت رجلا آخر بعد أن حاول إيقافها أيضا ومن المعتقد أن الرجل الأول لم يصب بأذى بينما قال القاضي لا نعرف ما هو الضرر الذي تسببت فيه المتهمة للرجل الثاني وقد ألقت الشرطة القبضة على الفتاة في منزل والدتها وتم سجنها لمدة 16 شهر وأكدت أن نظرات الشخص الأول كانت مقلقة للطبيعة مع الإنسان علاقة مميزة جدا قائمة على ولاعنا الحقيقي بالطبيعة وألوانها الزاهية التي تبعث في رفوسنا الكثير من الراحة والطمأنينة جولتنا المصورة من صحيفة أديل تيكليكراف فلنتابعه ترجمة نانسي قنقر وحول ما ستقوله لنا الريشة اليوم هذا ما سنعرف من خلال رسوم الكاريكاتر التي نشرتها بعض الصحف ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتر أتوقف إياكم في هذه الحلقة كنوا بأمان الله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر